فوز اليميني فالتا روزن كرنا برئاسة البرلمان النمساوي بأغلبية كبيرة النمسا تدين بشدة الهجوم الإرهابية في أنقرة وتؤكد تضامنها مع تركيا الجيش النمساوي استعرض أسلحة جديدة باليوم الوطني المسلمون في النمسا يعانون من أعلى معدلات التمييز في أوروبا ارتفاع حالات الارتهاب الرئوية بسبب كورونا في المستشفيات سكان تيرول وفرال بيعكة من التعوين بأفضل صحة في النمسا انخفاض مستمر في معدلات الولادة بالنمسا بعد جائحة كورونا وأخيرا كوكاكولا استرجاع 28 مليون عبوة بسبب خلال في التعبئة مرحبا بكم في نشط الأخبار للنمسا ميديا لهذا اليوم عقدت الجلسة التأسيسية لمجلس النواب النمساوي الخميس حيث تم انخاب فالتا روزن كورونا من حزب الحرية فبو رئيسا للمجلس بعد أن حصل على مئة صوت من أصل 183 متجاوزا عدد الأصوات المطلوبة 82 صوتا وشهدت الجلسة خياب 73 من العضاء السابقين وحضرها الرئيس الفيدرالي أليكساندا فانديابيلن ورغم تأييد حزب الحرية لترشيح روزن كورنا إلى أن اختياره أثار احتجاجات من أحزاب أخرى بما في ذلك الخضر بسبب انتمائه لرابطة طلابية مثيرة للجدل وضغط على الجلسة النقاشات حول تشكيل الحكومة المقبلة مع تأكيد الأحزاب الأخرى على ضرورة إيجاد حلول وسط لتحقيق الاستقرار السياسي أدنى المستشرة النمساوي قلن يهمى الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة بشدة مؤكدا أن العنف والإرهاب لا مكان لهما في المجتمع وأربع تعزيه للضحايا وأسرهم وعبر وزير الخارجي النمساوي ألكساندر شالنباك عن تضامنه مع الشعب التركي وأسر الضحايا مشددا على إدانة النمسا لكل أشكال الارهاب وأصفر الهجوم الذي وقع قرب مقر شركة توساش لصناعة الطيران في أنقرة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين وترجح السلطات التركية أن منفذي الهجوم من أعضاء حزب العمال القردستاني حيث قام الجيش بتنفيذ عدة ضربات ضدهم يستعد الجيش النمساوي لإحتفال باليوم الوطني بعرض عسكري مميز في فينا وصالسبوك حيث سيكشف عن أحدث تشهيزاته العسكرية ومن أبرز المعروضات المروحية الجديدة ليون ونظام الدفاع الجوي سكاي رينجا وقالت وزيرة الدفاع كلاوديا تانا بأن هذا الحدث يمثل فرزة مهمة لاستعراض قدرات الجيش وتقديم كجهة عمل جذاب للشباب ويقام الحدث السنوي للمرة التاسعة والعشرين ويشمل أيضا مراسم قسم المجندين وعروض قتالية في شفاتسن بعاجة كاسرنا بسالسبوك كما سيتم تنظيم منصة وظائف بالتعاون مع عدة جهاد للدعم الباحثين عن العمل كشفت دراسة أجرتها الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية أن المسلمين في النمسا يعانون من أعلى معدلة التمييز في أوروبا ووفقا لاستطلاع شمل 9600 شخص في الثلاثة عشر دولة بين 2021 و2022 فقد أفاد 71% من المسلمين في النمسا بتعرضهم للتمييز في حياتهم اليومية مقارنة بـ 68% في ألمانيا و39% في فرنسا وارتفعت مستويات القراهية ضد المسلمين بالشكل حاد بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 وأشرت الدراسة إلى أن المسلمين يتعرضون للتمييز بناء على الدين والعرق وخاصة النساء المحجبات في مجالات العمل والإسكان تشهد مشافي النمسا تزايدا في عدد حالات الارتهاب الرئوي الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا حيث تم علاج 773 مريضا في الأسبوع الأربعين من العام و24 منهم في وحدات العناية المركزة وأكد طبيب الأمراض الرئوية أرشانج فاليبوة أن التطعيم لا يزال فعالا وأن الجرعات الجديدة تساهم في تعزيز المناعة كما أوصى فاليبوة في بيان صادر عن محهد كارل لانشتاينا بالحصول على اللقاح المخصص للنسخة الجديدة من الفيروس كابيتسفاي كما شدد على ضرورة ارتداء الكمامات وإجراء الفحصات السريعة للفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كشف تقرير الصحة النمساوية عام 2024-2025 الذي أعدته شركة زاندوتس أن سكان ديرول وفرالباك يتم التعاون بأفضل تقدير لحالتهم الصحية البدنية والنفسية في البلاد وعبر 84% من سكان فرالباك و74% من سكان ديرول عن رضاهم الكبير عن حالتهم الصحية في المقابل كانت النسبة 60% في النمسا العليا بينما أظهر التقرير أن سكان بورجنلاند هم الأقل الرضا عن النظام الصحي وفيما يخص استهلاك الأدوية كان السكان في النمسا السفلة وفينا الأكثر تناولا للأدوية حيث يتناول 53% منهم الأدوية بشكل يومي أكد تحليل صادر عن أكاديمية العلوم النمساوية استمرار انخفاض معدلات الولادة في النمسا بعد جائحة كورونا وتفاقم هذا الاتجاه بسبب ضخم المتزايد منذ عام 2022 ورغم تسجيل ارتفاع طفيف في معدلات الولادة خلال ربيع 2021 إلى أن الأرقام تراجعت مجددا بدءا من نوفمبر من نفس العام ووفقا لدراسة نشرتها مجلة Human Reproduction Open لم تشهد معدلات الولادة انتعاشا بعد الجائحة كما حدث بعد جائحة الانفلولنزا الإسبانية كما ساهمت الأزمات الاقتصادية والتضخم والحرب في أوكرانيا في تأجيل خطط الإنجاب لدى العديد من الأزواج في النمسا أعلنت شركة كوكاكولا في النمسا عن استرجاع 28 مليون عبوة من مشروباتها بما في ذلك فانتاز برايت وميوميكس بسبب احتمال احتوائها على قطع معدنية صغيرة ويرجع السبب إلى كسر في شبكة انت أثناء عملية التعبئة وفاد أليكساندا هينجل من مكتب السوق في فيينا بأن التعاون مع الشركة يتسير بشكل جيد وتشمل المنتجات المتأثرة عبوة بتأبت ساعة نصف لتر بتاريخ انتهاء بين الرابع من فبراير والثاني عشر من أبريل لعام 2025 مع رمز في بي وأكدت كوكاكولا أنه يمكن للمستهلكين إعادة المنتجات واسترتات ثمنها دون الحاجة إلى إيصال كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة